ازالة اماكن الصمت والسكوت داخل الفيديو بشكل مجاني وباستخدام الهاتف يا عزيزي منشئ المحتوى وكمان بشكل سريع جدا ومن غير ما تدفع ولا مليم وبطبيق بيستخدمه 95% من منشئين المحتوى سريع فعال سهل سهل جدا الاستخدام في كتير جدا من حضراتكم بيضيعوا عمرهم كله في ازالة صمت بين الجمل ولكن النهاردة انا جاي رايحك وبشكل عملي وبطريقة مجربة وبنسبة 100% يلا تابع معايا اول حاجة حضرتك هتعملها هتفتح اللذيذ الجميل اللي انا شايفه يعتبر من اهم التطبيقات اللي لازم تبقى موجودة على الموبايل بتاعك مفيش منشئ محتوى على اي منصة اللي لازم يستخدم افضل واحسن واجمل واسرع وافضل بمراحل تطبيق منتاج في العالم استخداماته متعددة ولسه هنتكلم عن استخدامات كتير جدا ولكن النهاردة هنعمل نيو مشروع جديد وحنبدأ نختار الفيديو ده ونعمل قد بص الفيديو ده قبل ماعمل عليه اي حاجة اسمعوا بص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم معنين اي يا رب تكونوا بخير هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع شفت الصمت اللي بين الجمل ده انا هخليك تشيره في غمضة عين بس خد بالك اهم حاجة لازم تركز عليها ان التطبيق يكون باللغة الانجليزية علشان تستخدمها صح هنرجع بقى على المشروع ونيجي على التكست من التكست هنيجي على الاوتو كابشن ايه ده متواحدة فكرة انت رايح تعمل لي نص تلقائي يا عمي ما تصبر يا حبيبي اصبر اعمل بس كده اعمل العربية واختار الفيديو اقول زي ما انت عايز بس هو الفيديو عشان مش عندك فيديو وحتبدأ تختار كده زي ما حضرتك شايف اي حاجة انت عايزها من دول وتعمل توليد بص بقى يا زي الجميل بص الحلاوة بص الشعاوة اهدي الشعاوة اهدي الحلاوة اهو تطبيق يكيفني بص 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 ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس مناطق صمت بص 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بص دي بقى شيل خمسة بص بقى ارجع تاني ارجع تاني الكلام اسمع اسمع من الاول اسمع من الاول لا شيل دول اسمع من الاول اسمع من الاول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعنين ايه يا رب تكونوا بخير هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع مهم جدا لمنشئ المحتوى لازم تركز عليه الحلوة دي بجد الطعامة دي ضانيا عام ضانيا جميل اجي بقى في الاخري اروح مقمدي الحتة الطاتش بتاعلي في الاول ده اروح جابها كده في الاول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعنين اي يا رب تكونوا بخير هتكلم معاكم النهارة بص الحلوة الشقوة خد بالك بقى ان في فيديوهات مش هينفع تعملها كده لو كان فيها ضجيج كبير علشان كده حاول على قد ما تقدر تحسن الصوت الاول على الفيديو قبل ما تستخدم الطريقة دي بعد كده بقى حضرتك ممكن ايه تروح راجع وراء علشان تعمل خطوة حلوة وتروح جاي هنا وعمل اللغة العربية تاني وعمل ضان وداخل جوه على المشروع ومخلي الكلام ده باللغة العربية عادي خالص وتبدأ تختاره شكل جديد ومختلف وتبدأ تعمل خطوط وتبدأ تختار خط محدد لو عايزين نعلمكم ازاي تضيف خطوط انا جاهز لو عايز تتعلم ازاي تضيف خطوط انا جاهز ما عنديش اي مشكلة اخترنا خط اللي احنا عايزينه كبرنا المساحة اللي احنا عايزينها على النص نفسه او النمط نفسه الحجم هو كبير ماشي وجينا هنا وبدأنا نساغل بص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل بقى صح كده تطبيع الكل ماشي ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع مهم جدا اللي منشئ المحتوى لازم تركز عليه علشان تنجح وقناتك بص بقى انا ستبتلك الحتة دي لهدف محدد الهدف الحتة دي الحتة دي جات لك كده هي جات عادية انت ممكن تسيبها علشان فيها شوية هوا لكن هنا ممكن تعمل ايه تروح جاي كده ومسك دي وعمل لها تقسيم وجاي هنا واخد الحتة دي كده اهو اهو وعمل بص بقى الكلام بعمل ازاي اهي بص بسهلة وبسيط اهي وقناتك تبدأ تجيب تعالي عالتانية اهو معاك اهو معاك اهو بص بص عالتسهلة وبسيط اهو جاي هنا اهي التقسيم اهو اروح جاي هنا اهي الحتة الصغيرة دي وعملها كده حتة الصغيرة دي وعملها كده اهو يا عم وعملها كده بس الموضوع سهل وبسيط لو دي شايفها زياد تزودها زياد اهو اهو يا عم صغرها حتة كمان اهو موضوع سهل وبسيط جدا شمحتاج من حضرتك بقى تتحى بنفسك وتقلق وتروح تشتري أداة وتضيف أداة حلق أدوب برمير وأدوب برمير يقرفك وتقلق أداوي إيه ده لا الموضوع مهلك لا 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 كان فيه خلص كان فيه خلص زالت السقوط بخمس ثواني وانت قاعد مش بس كده ده حنفيش روحات حنضيفها الفترة اللي جاية في الكب كت هتخلي منشئ المحتوى في حتة تانية غير التانيين اكسم بالله في حتة تانية غير التانيين انا مش عايز اتكلم علشان يعني ايه مضيعش مدى اهمتي كلامنا هتكلم عنه بجد لان فيه حاجات مهمة جدا الفترة اللي جاية زي مثلا مش عايز اتكلم دلوقتي سحقولها بشكل صغير الإضاءة انك تخلي فيه إضاءة وتضيف إضاءة للفيديو ده تحاول الفيديو ده من فيديو لفيديو تاني خالص بإضافة إضاءة خلفية هنا وإضافة على وشك بصراحة عجبني جدا وحنتكلم عن الفترة اللي جاية بشكل مفصل ان شاء الله في حلقة تانية وهنا ابدأ جرب واكتب لي تجربتك في الكومنتات وأنا متأكد إن الموضوع ده حينفعك بنسبة 100% لأكتر من حاجة يعني لأكتر من حاجة وأركز معاكو يا جماعة على جزئة مهمة جدا اللي هي نسبة العرض إلى الطول يا جماعة فيه ناس كتير جدا من حضراتكم مش عارفين نسبة العرض إلى الطول لغا دلوقتي ما بين الفيديوهات القصيرة وبين اليوتيوب ده يوتيوب ده فيديوهات قصيرة ده يوتيوب للفيديوهات اللي بالعرض لو بتصور بالعرض كده لو بتصور بالعرض كده لو بتصور بالطول يبقى كده دي فيديوهات قصيرة ودي فيديوهات يوتيوب بالعرض لو بتصور بالطول يبقى كده هنا لو بتصور بالعرض يبقى كده لازم تفرق بين الاتنين وانت بتعمل اكسبورت بتاعك ليه لان كل واحد من دول ليه ارباح مختلفة وكل واحد من دول ليه طريقة معاملة مختلفة من يوتيوب خوارزميات اليوتيوب كفيديوهات قصيرة مزي اطلاقا خوارزميات اليوتيوب كفيديوهات عادية اليوتيوب بتعامل مع ده وانتشاره بشكل مختلف وده وانتشاره بشكل مختلف ده وارباحه بشكل مختلف ده وارباحه بشكل مختلف ده وجمهوره بشكل مختلف وده جمهوره بشكل مختلف فانت بنفسك تقدر تختار بناء على اختيار بسيط زي ده هو اللي حدد مشاهداتك هو اللي حدد مشارجيناك هو اللي حدد لك كل حاجة شكرا لجميع نتقابل في فيديو جديد والأول مرة يتم شرح التطبيق ده على كاب قط في الوطن عربي كانت في قناة متوحد فكرة وحسام عبد الله وعلى فكرة أنا عندي استعداد الفترة اللي جاية أنه أنا أعمل جروب للقنوات التعليمية بدل ما بتسربوا محتوانا ما تدخلوا معنا الجروب أنا وحسام على الأقل بنتبادل الخبرات ماشي يا بحمد؟ ماشي هندسة؟ الدنيا أفكارنا بدل ما بتاخدوها بتعملوها دمرة تانية نعملوا معنا يمكن نساعد بعض على الالكتراح باي باي